أسأل حركة سريعة حركة اللي كنت تعقدت مع طارق حمد لعب الوساط عايز أعرف يعني شايف إزاي ما صرته مع نادي الزمالك بنأنجح الصفاقات في تاريخ نادي الزمالك راجل فعلا أنت عارفة قولي أنت دفعت فلوس في حد وخدت خيره يعني دفعت في طارق وخدت خيره حتى هذه اللحظة منتظم منتخب مصر أساسي نادي الزمالك وصابته قليلة بيقف من خلال بس بعض طريق لعبه القوي بياخد إنذارات لكن طارق من اللعبة المؤسرة في نادي الزمالك وكنت أتمنى الفرق بتاعة 2014 تستمر يعني كان لازم يكون فيها اتنين وثلاثة موجودين حتى هذه اللحظة أعيما نحفني من الأخطاء بعد أعيما نحفني والحمد لله الإدارة دي رجعته إن شاء الله يكون إضافة للفترة اللي جاية في التوقف وانتخب مصر يقدر يعمل برنامج كويس يعملوا ماتشاة تجربية واحد زي أعيما نأهلوه أكتر من واحد يتأهل فأطر يحمل من الصفقات المحترمة في نادي الزمالك طيب شو رأي حضرتك إيه في أعارض مصطفى محمد لجالة صراعية تركي وهل دي بوابته للاحتراف في تركيا ولا حضرتك كنت عايزه يعارف في فرنسا لا أنا لو أسئول كدولة أكلم مع نادي الزمالك أنت النهاردة جالك أربعة جنيه مثلا من تركيا وثلاثة من فرنسا لأن دورية أكبر والنهاردة في صراع الحوار شغال من مبارح الطور أكوة بيقوله ده ما نقدر نبيعه مبلغ كبير وإزاي ما لكم ما قدرش يقدر يبيعه يعني إحنا ده إن شاء الله ما يكون في حد الكورة مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية إن إحنا هنكون لنا دور في احتراف اللعيب الخارجي من خلال تدعيم الأندية اللعيب النادي اللي يوديه لي اللعيب في الدولات الكبيرة زي ما قلت أنجلترا فرنسا زي ما قلت أسبانيا ده أنا أدعمه كدولة لأن أنا محتاجة أستنسى أخطر من محمد صلاح وقابلتها أما تقول حاجة كتير لا لا خالص والله أنا يعني بعد الوراء ده أنا خلص بخلص والله أنا طيبة جدا بس فبقولك يعني طبعا مصدى محمد ومسون وصغير وبعد الأولمبيات لوستاني ولغات الأولمبيات برضو هيكل دور كبير جدا وسهر يزيد أكتر يعني وإزاي مالك عامل مكسب زي محمد صلاح مع نادي المقولين عامل إن بعد كده برضو فيه استمرارية في العائد المادي لي طيب ما ينفعش يبقى معي كابتن أحمد سليمان ومسألوش شايف مين دلوقتي أحسن حارس مرمى في مصر الشنوي هو دلوقتي مع النادي الأهلي هو الشنوي طبعا هو جور منتخب مصر الأساسي يعني لكن فيه ناس مميزين جدا بس مش عارف إلا أحمد الشنوي طبعا حارس مرمى برمت يعني كنت أنا مأهله أنا آخر مرة في منتخب كنت وضع مع صامر الحضري أبو جبل ممتظم كويس جني شعواد محمد صبحي في أكتر من حارس والحمد لله اتحاد الكرة تدارك أن الموضوع إلغاء حراس المرمى الأجانب ده كانت تبقى سما كبيرة جدا وإحنا بزلتنا موجود كبير زمان أول لأنا ألغي هذا المركز حراس المرمى الأجانب واتخاف إن اتحاد الكرة عيد القرار لكن الحمد لله اتحاد الكرة برسة سوزة أحمد مجاية تلع ناس محترمين وما استجبوش لموضوع حراس المرمى الأجانب لكن أحمد الشنوي هو حاليا أكتر محمد الشنوي وحارس مرمى الأجانب هو أكتر واحد مميز في الفترة الحالية خد معنادل بطولة أفريقيا خد بطولة دوري خد ثلاث العالم دايما أربط الحارس المرمى بالبطولات يعني الحمد لله على مدار تاريخنا مع نادة زمالك حسين السيد ونادر الساي كان ليه مدور في البطولات محمد صبحي في منتخب الشباب كان ليه دور في البطولات الثلاث العالم أصم الحاضر الحمد لله كان ليه دور لازم الحارس المرمى المميز أن يكون ليه دور في البطولة لأن طول ما عندك حارس مرمى كويس عندك خط ظهر واحد يبقى أنت بتلعبي على المكسب لكن عندك النقص ده في قليل فبخش فيك أهداف ما بتحييش النتاج المرجوة هل ممكن الزمالك ياخد الدوري السندي؟ إن شاء الله بالنسبة كبيرة إن شاء الله دي عشان أنت زمال كوي ولا إن شاء الله دي المعطيات بتقولية نسى أنت زمال كوي نبقى مسؤولين نقول حاجة تانية طيب سؤال سريع لما كنت بتقول لغية حراس المرمى الأجانب ممكن نلاقي الحكام الأجانب كمان خاصة في مقاريات القمة يبقوا مش موجودين؟ كوبر بولو ده أنا كاسعالم وجبنا كذا مدير فن أجنبي إن شاء الله هيبقى فيه فتح مجالات لحكامنا يطلعوا برا نعرف إن حكامنا عليهم ضغو كبير جدا لأنها تسعين مليون أما روح حكام عندي يروحوا قطر يحكموا أو الكويت أو السعودية أو أبو الزب مش بالضغط للعصب الموجودة عليهم هنا فيه لوت جدا عليهم تعرف إن الأهل والزمال قطبين كبير جدا ليهم سوشال ميديا ليهم جماهيرهم بيعمل جزء اضطراب نفسي الدكاتة للنفسيين هكونوا موجودين عندنا فيه مع الحكام لأنه جزء من الثانية بيتاخذ قرار وده لازم يكون شخصية قوية شخصية معتدلة يقدر في ثانية بيصفر ده ضرب الجزاء وده الحمد للأدرة البار جالنا بيبدأ يعيد النظر ويبدأ يشوف فالمشكلة نطلعوا بره يجي طعم عجنبي يبقى معهم هنا ما فيش مشاكل في الموضوع ده أنا سعيدة جدا نحضركم